جريت اليوم السابع أجرت حواراً مع الواء دكتور عزل جمل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشؤون الطبية التي أكدت فيه أن الإدارة تقدم كل الدعم الطبي لمصابي العمليات الإرابية في سيناء وأنه سيتم افتتاح مستشفيات وعيادات طبية جديدة للشرطة بطنطأ والمنوفية والضباط والأفراد سواسية حيث لا يتم التفريق بين أحد في المرض على حد ما أشرت إليه دكتور عزل